في التعليم بما أننا نتكلم عن الداء والدواء البعض لما يجي يتعلم لغة فرنسي إنجليزي أي لغة يعني لغات اللاتينية يريد يأخذ بعض أو حتى اليابانية اليوم يأخذ مثال كلمة بالإنجليزي ثم يريد يكتبها كذا بالعربي صحيح هل هذه طريقة التعليم صحيحة؟ لا طبعا غير صحيحة البتة وتؤثر على تأخر الطالب في التحصيل أنه يكتب مثلا كلمة بوك يكتبها با وو كاف إيش يصير عنده؟ طبعا خلاص ما عنده ما أجهد نفسه في تذكر الحرف مرتبط بصوت معين لابد تعلم الحروف لابد أن يكون هذا الحرف يرتبط بصوت معين حرف البي يرتبط ببا الو كالو فبالتالي يجمع ما بين هذه الأصوات فيصدر كلمة أما إذا استسهل الأمر وكتب كلمة مثلا بوك با ستجد أعينه تنظر مباشرة الكلمة باللغة العربية يصير عنده يعني الاستيعاب ضعيف جدا تؤيد أنه الأستاذ اللغات يتكلم بالعربية في الفصل تسهيلا أو لا أبدا هي مطلوبة طبعا أكيد يعني لو قلنا غير كده يبقى احنا بنخالف كل الأسس والقواعد في تعلم أي لغة حتى أنا لما كنت أدرس اللغة العربية كان مطلوب مني أن أنا أتحدث اللغة العربية مع الأجانب قف يا محمد قف يا ديفيد إجلس عشان بالتكرار لكن هنا إحنا يعني بنصل إلى مراحل معين مثلا في المرحلة الثانوية تجد في المرحلة الثانوية أنا أتكلم باللغة الإنجليزية والطالب وجد نفسه لا يفهم فبالتالي يسرح يسرح ولذلك فلازم تعطيه كلمة على المعلم يعيش جو على المعلم أن ينزل على الأقل على الأقل بيعطيها الانستركشنز التي هي الأوامر والتعليمات البسيطة ثم بعد ذلك يتدرج إلى أن يصل إلى مرحلة كبيرة جدا لكن المعلم الذي يدرس في المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة عليه أن يهتم أن يكون موديل نموذج في نطق الكلمة في نطق الجملة حتى الطالب يتعلم من خلال يتشرب اللغة يتشرب النطق جميل يتشرب النطق